في كل مكان مساء الخير وأهلا بكم ولقاء جديد وبرنامتكم مع الناس زي ما احنا متعودين دائما فمع الناس بنقدم لكم القضايا الهمة اللي بتمس جميع أفراد المجتمع المصر ويمكن النهاردة بالتحديد عايزين نتكلم عن الأعاقة الزهنية أو العقلية اللي ممكن تصيب بعض الأطفال ودي ممكن بقاليها بعض الأسباب العلمية هنتكلم عنها النهاردة وهنتكلم ازاي ان في بعض الفحوصات أو الكشف المبكر ممكن نتفادى بهذه الإصابة وعايزين كمان نتكلم عن الأطفال اللي عندهم الأعاقة الزهنية ازاي لازم نهتم بيهم وازاي لازم يتم دمجهم في المجتمع ويبقى ليهم أنشطتهم الخاصة وبرامجهم الخاصة ببرامج التعليمية أو الصحية والغذائية والأنشطة الخاصة بيهم ويتم دمجهم بشكل سليم وعلمي وصحيح مع المجتمع كل ده هنعرفه من خلال حلقتنا النهاردة لكن زي ما احنا متعودين دايما بنبدأ مع أخبار الناس وفي أخبار الناس النهاردة عزيز المشاهدين عندنا خبر بيقول وزير القوى العاملة يجتمع بالمدريات لتنفيذ خطة دمج الذوي الهمم بسوق العمل مؤكدا أن الخطة تسير في ثلاث محاور أولها حصر المنشآت ونسبة تطبيقها للقانون رقم عشرة لسنة 2018 بشأن تعيين أصحاب الأعقاد في هذه الأماكن بالنسب طبعا القانونية المسموح بها والمحور الثاني هو الاستمرار في تدريب وتأهيل أصحاب الأعقاد على مهن تتناسب مع أعقادهم وما تطلبه سوق العمل أما المحور الثالث عزيز المشاهدين فبيتمثل في تشغيل أصحاب الأعقاد من خلال نشرات التوظيف النصف الشهرية التي تعلن عنها الوزارة بالتنصيق مع شركات القطاع الخاص بكافة المحافظات بعد الفاصل عزيز المشاهدين حنلتقي معكم ومشروعات الناس عن مشروعاتنا النهاردة عزيز المشاهدين مشروعنا برضو بيخص أصحاب الأعقاد ويمكن بشكل خاص هنتكلم عن الكارت القومي المخصص لهم اللي من خلاله بيتم تقديم العديد من الخدمات بنتكلم على بطاقة الخدمات المتكملة التي تصدر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لها العديد من المزايا طبعا بيستفيد بها صاحب هذا الكارت وطبعا بيحصل من خلالها على فرصة عمل ضمن نسبة الخمسة في المية القانونية زي ما قلنا والجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أو بين راتب ومعاش وبيبقى فيها كمان من المزايا الإعفاء من شرط التوزيع الجغرافي لطلاب المدارس والجامعات والإقامة بالمدن الجامعية والالتحاق بالمدارس والجامعات الدمجة الفيديو اللي جاي عزيز المشاهدين هنشوفه مع بعض مهم جدا لكل اللي عندهم أصحاب أعاقة ولكن ما تمش استخراج هذا الكارت إحنا بنقول لهم إن هذا الكارت أو هذه البطاقة مهمة جدا ياريت لو يتم استخراجها بشكل سريع لكل صاحب أعاقة لأنه هتقدم لي العديد من الخدمات والرعاية نشوف مع بعض الفيديو وبعدين نرجع نستقبل دفع ودلوقتي بنبدأ معكم حلقاتنا نعارضة عزيز المشاهدين وزي ما قلنا فيه موضوع مهم جدا هنتكلم عنه خاص بالأسر المصرية يسعدنا أن نستضيف الدكتورة سعاد صابر خبير الأعاقة العقلية واستشاري التوحد أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور يعني يمكن إحنا بنتكلم عن إزاي نحاول بقدر الإنكان نحمي أسرنا المصرية نحمي أطفال مصر من الإصابة ببعض الأمراض اللي ممكن تكون لها علاقة بالأعاقة العقلية ولو طبعا أمر الله في بعض الأطفال أن هما يكونوا مصابين إزاي نتعامل معاهم وإزاي نحاولهم لطاقة منتجة وإزاي نحاولهم أن هما يبقوا أفراد لهم يعني تواجد هم جدا ويستمتعوا بالحياة في المجتمع فخلينا في البداية يعني نقول الأعاقة العقلية نعرفها ما هي الأعاقة العقلية وهل لها أنواع عديدة ممكن أن هي في منها يكون قابل للعلاج ومنها لا ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم سواسية سواء سليم صحيا أو مريض الإعاقة مش مرض عشان أحاول أتعجنبه لكن الإعاقة هي حاجة جديدة بتحصل للطفل ممكن قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعد الولادة فبنقول أنا إزاي أتعامل مع الطفل عموما بشكل عام عشان يكون هو مصدر سعادة لأسرة ونفسه وبعد كده أبتدت عامل معي لو حسيت أنه هو غير طبيعي بالنسبة لنفسه مقارب ذاته الأول يعني كان مثلا بيتكلم ما بقاش يتكلم كايس كان بيبص لي ما بقاش يبص كان بيسمع مش بقاش يسمع يعني ما بقاش فيه تطور ما بقاش فيه تطور لحياته الطبيعية لنفسه لأ أبتدت الحواس الخمسة دي أهم حاجة أتأكد إنها شغالة من الأول يوم أساسا ولو هو فيه لسه ما تولدش في البطن الأم بعمل سنار سلسل أبعاد إذا كان فيه فحوص قبل الجواز كل ده بتأكد الأول إن إن شاء الله الطفل صحيا سليم طيب ولدنا وحسينا أن الولد لأ عنده مثلا مثلا أشهر حاجة عندي في العقلة العقلية هي داون سندروم طفل الداون بيبقى شكله باين سواء فيه اللي هو يحامل الأم أو بعد الولاد بعد الولادة بيبقى جدا فده أول واحد بيبقى سهل جدا يتعرف في بعض الناس بيبترضوش تكمل الحامل وده أنا مش بنفتي هنا الأزهر أو الرجال الدين بيقوموا بدورهم اللي بيكمل ده يعني بيبقى حاجة جميلة جدا لأن الملاك نزل على الأرض فبيبتدي إننا نحن نشوف بقى هنتعامل معها إزاي نقرى شوية نسمع دكاترة أطباء أشوف حالة جديدة زي رحمة خالد المزيعة مثلا أشوف حالة اللي بتدينا شراكة أمل يعني أنا عندي حد مهم يعني ممكن نقول إن أصحاب الإعقاط العقلية مثلا أو التوحد حتى كمان من الأمراض رحك متخصصة فيها ممكن يبقى زي هم زي الأطفال العاديين عندهم مواهب معينة لازم نتابعها لازم يقوموا بنشاطات لازم يقوموا بالدراسة والتعلم بشكل طبيعي تماما طبيعي هي القدرات اختلاف قدرات أنا ممكن أقادر بس أقادر باختلاف يعني أنا قدر أفهم بس بطريقة أكرر شوية زيادة أو بسخدم أكتر من وسيلة صور حاجات زي كده معينات كتيرا معا عشان أقدر أفتكر لأنه دايما بنس بالنسبة للأوتزم التوحد هو بيبقى ممكن ما يبنش خالص يعني ممكن من ثلاث سنين زيادة سنين سبع سنين ما يبنش خالص الطفل اللي مشكلته أنه هو مكسوف أصله مش اجتماعي انت واقي مش بيحب يتكلم غالي ده مثلا زيزبرجر متلازم زيزبرجر ما بتبقاش مبينة خالص الولد بيبقى الشابهة طبيعي لكن عنده مشاكل في التواصل البصري التواصل دايما بيبقى عنده أزمة لنه محتاج حد يساعد فيه شهاده الأم بيبقى لها دور كبير والأسرة يعني صحيح طيب فرضا أنه هو نورمل مش مفهوش مشكلة وظهر عليه بعد كده بعض الحاجات زيزبرجر زي بقى قول لحضرتك هنا بقى ابتدى أشوف إيه بقى الأساس الخلال ليه ابتدى أروح لطبيب بشري الأول وبيبقى استفى بقى فريق متكامل أخصائي تخاطب أخصائي نفسي مخو عصاب دكاترة بحيس أن أنا أبقى وصلها الرأي كونسولتو يتكلم معايا في النهاية أدي تقرير الولد عنده خطة تربوية فردية بعمله الإيجابيات حاجات الكويسة اللي بيعرفها والحاجات اللي هو مش قادر عليها ونجدول نشوف إيه الأهم فالمهم علشان أكثر تعمل معايا خلينا نقول يعني حدا كده بتقولي إن كل طفل كده يعتبر حلل واحده لازم يتعمله جدوى العلاجة وجدوى النشاطات خاصة بيهوه طب خلينا نقول إن هل الأمراض ده تستجيب للعلاج أكثر هل في بعض الحالات منها خاصة في التواحد ممكن توصل لمرحلة إن هو يبقى طبيعي بعد كده يعني خاصة اللي هي الحالات اللي تم علاجها مبكرا واكتشافها مبكرا ولا بتحتاج كلها برامج مدى الحياة هو بس نتفق إن الإعاقة مش مرض وهخف واخد الدواء وهخف لا هو إعاقة معاه يعني مدى الحياة درجة الإعاقة وبديت معرفتنا بيها وتعاملنا معها ده اللي بيحد ويقل من هنقول أضرارها أو صعوباتها علينا على الفرد وعلى المجتمع يعني هي إما حدتها بتزيد دي بتقل بس لكن عمره ما هيكون الصبح سليم تمام خفز مفيش خالص دون سندرو يفضل طول عمره قتازم قتازم طول عمره مش هيفضل بعد شوية هيخف لا خالص أنا بكل اللي أنا بأعمله أنا بأتتعامل معاه عرفتها تعامل معاه أو هو يتعارف يتعمل معاه بس بعد الفاصل هنرجع نكمل حوارنا مع دفتنا نرجع تاني مع دفتنا النهاردة عزيزي المشاهدين وبنكمل كلامنا يا دكتور ويمكن دلوقتي خلينا نتكلم عن يعني الأسباب اللي ممكن تكون مسببة للمراضين دول بتحديد بالنسبة للقطيزم مثلا إيه هي العناصر المسببة اللي بتوجد يعني هذا العرض في الطفل وبرضو في نفس الحكاية في بعض الأمراض العقلية الأخرى إيه الأسباب الرئيسية عشان بنقول إن إحنا مثلا لو أمكن إن إحنا نتلفى هذه الأسباب نحاول إن إحنا نتعامل مع كشوفات معينة ما قبل الحمل ما قبل الولادة علشان بقى فيه فرصة أكتر إن إحنا نبعد عن هذه الأخطار هو إحنا متفقين إن مش مرض هو إعاقة الإعاقة دي حتى الآن علمياً نعرف منها 25% بس من أسبابها ده العالم ده كتاب فيبر بيقول كم ده طيب كل إعاقة لها يعني مدلول لها أسباب اللي إحنا نتكلم فيها هتكلم عن إعاقة نوع الإعاقة بتاعتنا في الإعاقة العقلية هاخد معانا داون سندروم هاخد الأوتازمة هاخد سبيرجر هاخد كذا عقل نبتدي واحد واحد العاقة العقلية تحتها الإعاقة داون سندروم دي متلازمة بتاعت البنت أو الولد بيبقى فيه خلل فيه الكرمزمات بتاعت الولد أو البنت أثناء الحمل بيكون ليه سببهم حتى الآن إحنا غير معلوم السبب بس من قول ممكن نقول الزواج القريب ممكن نقول التدخين أو المخدرات أو الحاجات الكحليات الحاجات اللي بتشربها الأم دا يعني دا العلم اللي بيقول يعني فيه حاجات بتبقى منشطة تحفز لهذه الأسباب محفزة بعض الأم بعض الأمهات عندها ميل لك بالنسبة خمسة في المية لو زادت عن كده يعني مثلا أنا عملت كاشف مبكر ما بين يوم ما بين جوزي هو قريبي زوج الأقارب مثلا نسبة الاحتمال يكون فيه مرض مثلا خمسة في المية ستة في المية سبعة في المية كل ما زادت النسبة الدولي العالمي أربعة في المية على أساس مثلا إنهما لو أقارب يبقى النسبة موجودة في الطرفين فكده تبقى جمعت النسبة العاديين أربعة في المية اللي هو قريب خمسة في المية أكتر من كده هقول 20 و 30 في المية وللاش جواز بالنسبة للعقل العقلية وللاش جواز ولاش جواز ده بقى بدائقين طيب هنيجي نقول إيه سبب الإعاقة دي بالزاد هنقول ممكن يكون الزئبق للتلوث في بعض الحاجات اللي احنا كنا بناخدها زمان التعامل السلاسي الإمامي ده خلاص التعامل دوليا واحنا مصر بطلته الزئبق بعض الحاجات اللي هي التلوث الشديد أو الضعف الجامد جدا للأم أثناء الحمل يعني بعض الأمهات مفيش أكل كويس مفيش رعاية في دلع في يعني إهمال شديد حرمان شديد ده ممكن يأثر كل ده أسباب إحنا بنقول ممكن ينزل عند إعاقة عقلية العقل العقلية العادية ممكن يكون إعاقة بسيطة ممكن إعاقة متوسطة ممكن إعاقة جديدة إحنا في المدارس لو هنكلم في الدمج الدمج مدارس بيبقى الإعاقة العقلية البسيطة البسيطة هل هذا الدمج بيساعد في تحسين الحالة لدى الأطفال نفسيا أكيد نفسيا برضو على المستوى التنشيط العقلي وأنه يتقدم في الأداء أكاديميا صعب شوي يعني التحصيل الدراسي والدراسة الأكاديمية مع الولاد إحنا بتجربة علامية بقالنا دولة 13 سنة بنقول هي صعبة شوية المناهج دي وورا المصوات راقة امتحانية وطريتها امتحانات هي صعبة شوية على الناس المعاقة عقلية بسيطة إذا كانوا متصنفين صح أو يعني معملوهم اختيار كويس علشان يكونوا هما دول اللي في المدارس مع الولاد فبنقول الدراسة بتاع المناهج بتاعتنا بالشكل ده هي بتبقى صعبة شوية طبعا بيباليهم وضع خاص محزوفات وحاجات زي كده لكن في الناحية النفسية بتبقى كويسة هي 80% حاجة كويسة لانه تطبيع بشبهة كبال بيزاي بيزة نفس الماريالا نفس الاتويس نفس الاتويس بطلع واتحرك معنا بعض ده في الانشطة بتبقى حاجة حلوة جدا لكن في نزام وطلحت لك كديمة الدراسة وكده بتبقى صعبة صعبة لازم يبقى لهم خطة خاصة يمشوا عليه ويتعاملوا معاهم اكيد يعني اما شادو تيتشير تبقى معاهم في شرور أو ما يبقى هو الوحده بس ماما معانا وعندنا رشاد اثري كل يوم كل اسبوع لازم فيه متعامل لازم فيه متعامل ده داون والتواحد التواحد اصعب كتير برضو فيه بسيطة وتوسطة وجديدة احنا بتعمل مع ابسط حاجة في الوتازم التواحد نحاول ان احنا نكون وعندنا تواعية بقى مبادرة التواحد بالذات ان ما فيش تواصل ما بيني وما بينك حضرتك كده ما بينك وما بين الطفل ما فيش اي كونتاكت ما بيني وما بين الطفل مش بيبصلي بيبص بعيد مش مركز دايما دايما ساكت سرحان او يصرخ سرخي شديد او يتحكي من غير سبب فيه مشاكل في الرضاعة يعني هو بتدي يبقى قوي من بعد سنة سنة ونص سنة ونص فاطم فبتدي ويديله لبن هو عنده مشاكل من الكازين والكاروتين هو اصلا فيه التراب زهني التراب نمائي سلوكي طيب تعريف التواحد التراب نمائي طب ايه سببه برضو حالين برضو غير معلوم السبب لكن مرض يعني عندي اطراب لمائي بيوصل لمشاكل بتبتدي من بدايتها تشوفها وتحس بيها بعد الرضاعة بعد الفاصل هنرجع نكمل حوارنا مع دفتنا بنرجع تاني مع دفتنا النهاردة عزيزي المشاهدين وبنكمل كلامنا يا دكتور في بعض المحظورات مثلا وبعض الاحتياطات لازم نتبعها ولكن نقول كمان انا ممكن يبقى فيه تبكير في هذه الاحتياطات اكتر واكتر اللي هو فحوصات مقبل الزواج هل بتغني او بتخفف او بتحمي من بعض المخاطر في امراض كتير هل منها ممكن فعلا يكون بعض الامراض العقلية ممكن ان يحصل يعني حماية للطرفين ما قبل الزواج لو حصل فعلا الفحص بطريقة صحيحة الامراض العقلية غير الاعاقة العقلية المرض العقلي ده بتكلم عنه دكتور موقع العصاب النفسية العصبية ده مرض بناخد ادوية عشان مثلا الاكتئاب لا الامراض العقلية ده بقى ممكن تيجي على كبر لأي حاج وبناخد ادوية وبنمشي على جدول بنخف لكن الاعاقة العقلية مهما خدت ادوية مش هخفت لا انا بقول ما قبل الزواج هل ده ممكن يعني يوفر علينا مثلا يعني مثلا هدي مثال بعاقة تانية غير الاعاقة العقلية بتبان قوي هدي مثال الاعاقة السماعية الاعاقة السماعية بنت او ولد عين لونها ازرق وعين لونها اخدر ويخصت شعر بيضة واصم ده طفل عنده متلازمة اسمها ويردنبرج 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 دي متلازمة يعني انا لو خلفت اتجوزت ابن عمي مثلا هخلف اصم وابني هيخلف ولد اصم وحفيدة هيخلف ولد اصم عمرها لازم تحصل وراسة 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 فده استحالة انهم يتجوزوا بعض انا مجرد ما بيشوف الطفل ده في المدرسة او في النادي او في اي مكان باين جدا هو ما بيتكلمش عين لون وعين لون تاني وخصلة شعر بيضة واصم اصم مش ضعيف سمع اصم فبعرف ان ده وراسة ده اعاقة سببها وراسة لازم اوقف جواز الاقارب تماما من الدول ما يتجوزوا من بعض تاني طيب ادي اعاقة بايدة جدا ساعة الجواز ده فعلا التدخل مبكر بيفيد جدا جدا والتوعية بيها بيتفيد جدا جدا لكن نرجع تاني للاعاقة العقلية مش كل الامراض العقلية سهل ان انا اكتشافها قبل الجواز لكن يعني مثلا ولا حد عنده توحد او داون سندروم لو انا كنتش جوزت بنت خلتي او بنت عمتي او لا مش الجواز القارب مش ده السبب احنا بنقول لو كشفنا وعملنا فحوصات طبية قبل الزواج قد يبلغ نسبة 20-30% قول لا انصح يا جماعة لا ممكن تبقى النسبة علي لكن ربنا بيريد ان الاولاد بيكونوا اسويق فهمش حاجة طيب يبقى التعامل بقى هنا تدخلي اما قبل اثناء الحامل زي اللي هو 3D للام الحامل فبقى عارفة هني فيه ولد داون او بعد الولادة مثلا ممكن بيفرف او دي بقى حاجات بعد كده الهبت هتتور جدا فيها ان انا بتدي عندي مشكلة طب عندي مشكلة وديت شدتها بقى وانت قدرتك ايه بتدي اخد بقى اللي هي ايه الام والاب على جنب هنبتدي نتعامل مع حالة خاصة حالة خاصة محتاجة رعاية محتاجة هتؤجر عليها وسوابك لانضعفهم متى بهم ترزقون وبهم تنصرون هذه حاجة جميلة وملايكة على الارض وهي زي ما ذكرت ان فيه برامج صحية وبرامج طوعية بتقدم لهم حياتية واكله معين لانه هو بينمو ابطأ شوية من الناس يعني بيصحف بعد ممكن سنة يعني طفل طبيعي ممكن يصحف بعد اربع شهور خمس شهور ست شهور يصحف ده ممكن يعد سنة وسنة ونصع بل ما يصحف انا بشكري جدا ضفتي العزيزة كلامك كان مفيد جدا ونتمنى ان هو يكون وصل لكل افراد الاسرة وطبعا يمكن هدفنا الاساسي من حلقتنا النهاردة ان احنا نوجه كل الافراد الاسرة اللي ربنا رزقهم باطفال اصحاب هذه الحالات ان هم يكونوا فعلا متابعين اطباء ومتابعين فكرة وجود برنامج تربوي وثقافي وغزائي وخاص بالمعاملة مع هؤلاء الاطفال في كل مرحلة في عمرهم دي اهم حاجة في حياتهم علشان يعيشوا سعداء في ظل اسرتهم. بشكرك دكتورة سعاد صابر خبير العقلية واستشاري التوحد نورتنا النهاردة ومعاك ومع كل سادة المشاهدين بنتمنى ان احنا نكون وفقنا في عرض حلقتنا النهاردة على وعدة بلقاء متجدد وبرنامجكم مع الناس ترجمة نانسي قنقر